بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في المقرأة بإذن الله حنتعلم فيها نقرأ صورة الكافرون قل يا أيها الكافرون قبل ما نبدأ أطلب من حضراتكم اشتراك في القناة نشر الفيديو والأعجب بالفيديو أول حاجة هنعملها أن نقرأ صورة الكافرون بشكل صحيح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون أحكام التجويد الموجودة في صورة الكافرون أول كلمة فيها حرف مفخم قل ما أقولش كل بالقاف مش بالكاف بعد كده عندنا سبعة مد جائز منفصل قل يا أيها لا أعبدوا ولا أنتم يا أما بدوا حركتين يا أما أربعة يا أما خمس حركات وما ينفعش أزود عن كده بعد كده عندنا حرف عين ممكن جدا وأنا بنقرأ يختفي مني وما يظهرش كويس لا أعبدوا أعبدوا ما أقولش لا أعبدوا ما تعبدون تعبدون فين العين لازم تقول تعبدون ما ينفعش تعبدون تعبدون أعبدوا ما ينفعش أنت تاكل حرف العين بعد كده عندنا أنتم فيها إخفاء نون ساكنة نون بعدها تا حكموها الإخفاء بغنى مقدرها حركتين بعد كده أظهر كسرة عابدون عابدون أظهر الكسرة كويس بعد كده عندنا على حرف الألف في أنا ألاحظ فيه صفر مستطيل الصفر المستطيل معناه أن هذا الحرف لا ينطق إلا إذا وقفنا عليه يعني لو أنا وقفت على أنا أقول أنا بقى فيه ألفة لكن لو ما وقفتش كأن هذا الحرف مش موجود خالص يعني كأن النون المفتوحة بعدها عين كأن فيه عندنا نون مفتوحة ما فيش بعدها ألف وبعدها عين ولا أنا عابدون أنا عابدون ما ينفعش أقول أنا عابدون ليه؟ عشان الصفر المستطيل بيلغي الحرف لما بيجي فيه بيبقى أقول ولا أنا عابدون بعد كده عندنا تنوين في عابدون ما عبدتو تنوين بيجي بعدين ميم حكمه الإضغام بيغلنا عابدون ما عابدون ما عبدتو بعد كده عندنا دال عبدتم بعدها تاء الدال والتاء بيخرجوا من نفس المخرج لذلك بيقولوا عليهم حرفين متجانسين ولما يبقى الأولين يساكن والتاني ما يتحرك بيسموه صغير عبدتم برضو حكمه هنا الإضغام بضغم الدال في التاء بلغي الدال خالص وبنطق التاء عدوه عبدتم ولا أنا عابدون ما عبدتم عبدتم بلغي الدال وبنطق التاء ولذلك التاء نلاقيها مشددة هتلاحظ أن حرف التاء هتطلك عليه شدة علشان يعرفوك أن الدال تم إضغامه داخل التاء فالتاء شددت لأن الدال اتلغت ودخلت فيها بعد كده عندنا لكم دينكم ولية دينكم ولية باحترس أنه لما تبقى الميم ساكنة بعدها أن الميم ما تتقفلش الشفاف صح لا أقفل الشفاف صح دينكم ولية دينكم ولية عندنا طبعا المادة العارض للسكون في الكافرون تعبدون وليا دين كل المادة ده يأما مده حركتين يأما مده أربعة يأما مده ستة وأحافظ على نفس الدرجة كذلك لما بقف على أعبد بقلقل الدال أحافظ على المادة الطبيعي مقداره حركتين لا زوده ولا نقصه نتكلم ديناتي عن الأخطاء الشائعة في قراءة صورة الكافرون الخطأ الشائع الأول هو ترقيق حرف القاف في قل وده قلنا قبل كده في قل هو الله أحد وقل أعوذ بربي الفرق قل أعوذ بربي الناس خطأ شائع إن الواحد ما يفخمش القاف كويس قل تاني خطأ شائع ترقيق رأى الكافرون بعض الناس يقولون قل يا أيها الكافرون رون غلط الرأى مفخمة الكافرون رون الخطأ الشائع الثالث أيضا في الكافرون وهو النصف ضمة بعض الناس يقولون قل يا أيها الكافرون لا أعبدوا ما تعبدون خطأ عابدون خطأ عابدون كافرون زي ما قلنا بالكده ما عندناش لغة العربية لا نص دمة ولا نص كسرة ولا نص فتحة الخطأ الرابع الشائع هو عدم إظهار العين الساكنة أربعة عين ساكنة في سورة الكافرون لا أعبدوا ما تعبدون ما أعبد العين الساكنة مهم جدا أركز على أني أظهرها ما ينفعش أقول ما أعبد أعبد فين العين هتلاقيها ما تقلتش خالص الخطأ الشائع الخامس إهمال الضمة في أعبدوا وتعبدون وأعبدوا ثلاث مرات متكرر فيها با مضمومة أقول ما أعبدوا ما تعبدون بدون أبين الضمة في أعبدوا وتعبدون الخطأ السادس إهمال الكسرة في عابدن وعابدون إهمال الكسرة في عابدون خطأ الصحيح هو عابدون وعابدن عابدن أظهر الكسرة في حرف الباق في عابدون وعابدون الخطأ السابع عدم ضم الشفاء في حرف في نطق حرف الميم الساكنة لكم دينكم ولية زي ما قلنا إن لما بيبقى حرف الميم الساكن بعدين واو أو فاء الشفايف ما بتتفلش على الميم صح يقوم يظهر الحرف مخفي والصحيح أنه يظهر لكم دينكم ولية دينكم ولية تشوف شفايفي بتقفل قبل ما بتدي أفتحها علشان أنطق حرف الواو الخطأ الثامن هو التفاوض في المد الجائز المنفصل سبع حالات مد جائز منفصل في صورة الكافرون ماينفعش واحدة مدها اتنين واحدة تلاتة واحدة اربعة ماينفعش يأما اتنين على طول يأما اربعة على طول يأما خمسة على طول ماينفعش أغير في عدد حركات المد لنفس نوع المد في نفس القراءة آخر خطأ شائع عندنا الخطأ التاسع هو محذير الوقوف على حرف النون عندنا قل يا أيها الكافرون لا أعبدوا ما تعبدون ولكم دينوكم وليا دين بعض الناس لما يجي يقف على حرف النون الساكنة يعمل حاجة من ثلاثة خطأ الأوانية أنه يخفي الحرف يقول قل يا أيها الكافرون لكم دينوكم وليا دين فين النون ما ظهرتش كويس ده الخطأ الأوانية الخطأ التاني أنه يزود لكم دينوكم وليا دين يريح عن نون وده برضو خطأ ما ينفعش إلا إذا كانت النون مشددة توقف عليها بهذا الشكل ثالث خطأ أنه هو يشيل لسانه من على مخرج حرف النون قبل ما يوقف الصوت يقوم يقلق للنون يقول لكم دينوكم وليا دين لما نوقف القراءة لازم نوقف الصوت قبل ما نشيل لساننا أو شفيفنا من المخرج لو عملنا العكس لو فضل الصوت شغال وإحنا بنشيل اللسان من مكانه يقوم نقلق للحرف قل يا أيها الكافرون نطقت النون بشكل صحيح لا زودت ولا قلقلت بكده يبقى خلصنا الأخطاء الشقعة في صورة الكافرون أشكركم وألقاكم بإذن الله عز وجل في حلقة جديدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته